بصوا امبارح حصل اللي انا كنت بقوله بالملي والله بتكلم بجد انا امبارح كنت بقولك ايه بقولك انه اول حاجة هيلعب عليها الاخوان المسلمين فورا يجي يقولك شفتوا تخفيف الاحمال بقى ثلاث ساعات في اليوم لدرجة انه انا عدت ادور مش بقى على الكلام اللي هم بيقولوا انا قلت ايه سيبنا من الكلام اما تشوف المواقف الرسمية او المواقف بتاعة القنوات هتبقى عاملة ازاي فبدأوا يكتبوا السترابات اللي انت بتشوفها قدامك دي على السكريم يكتبوا كده مصر يتبدأ تخفيف الاحمال بواقع ثلاث ساعات يوميا ده الكلام اللي قالوا الاخوان في حين انه امبارح وانا بقولك الكلام ده قلتلك ايه قلتلك يا جماعة مفيش تخفيف احمال ثلاث ساعات ولا حاجة اللي حصل كان صيانة الوزارتين المعنيتين قالوا صيانة انا شفت مزيع اماه بصرف النظر مش اخوان بس مزيع اماه قايل نفس الكلام اللي بيقولوا الاخوان خلي بالكم الفترة اللي جاية مصر هتبدأ تعمل تخفيف احمالة هيبقى ساعتين ونص أو ثلاث ساعات وكان بيكلم بمنتهى الثقة يعني انا هنا مش بفترض سوق النية بكلمك بأمانة انا بس بفترض حاجة انه يا جماعة هو مش معقول طول الوقت طول الوقت في ناس عايزة تعمل نفسها علمة ببواطن الامور يعني على حساب مين يعني بتكلم بأمانة والله بجد مش علشان اعمل نفسي العالم ببواطن الامور وان انا مختلف وان انا هاخد لقطة وهعمل تراندز والناس هتتفرج وبتاع في الاخر خلص اعمل ده حسابا على اعصاب المواطنين المواطن اللي انت بتقلقه ده هو اللي عنده عيل في السنوية العامة زي حالتي والمواطن اللي انت بتقلقه ده هو اللي عنده حد كبير في البيت لا يتحمل درجة الحرارة والمواطن اللي انت بتقلقه ده هو اللي عنده شخص ما ممكن يبقى عيان او مريض وعمل حسابه على إنه فيه مثلا تكييف شغال ده لو ما كانش جهاز طبي موجود معاه في البيت يعني مثلا يعني والمواطن اللي انت بتقلقه ده هو اللي ما يتحملش إذا كان عايش لوحده حد في سن كبير ولا زوجها أو أمه معها أطفال وما فيش زوج موجود لأي أن كانت الأسباب أنها تتحمل أن تعيش في ظلام من دامس أو في حالة من حالة انقطاع الكهرباء أو أنه يبقى الحاجة اللي هي عاملها وما حطها في التلاجة بو يعني مش كده مش كده مش علشان الترند اللقطة الفيوز نعمل نفسنا إن إحنا فاهمين كل حاجة وإحنا عارفين ما سوف يجلبه لنا المستقبل هي مش كده هي مش كده لا ده أصل الشغلانة ولا دي اسمها صحافة بصراحة من غير محد يزعل الصحافة عبارة عن إيه يا جماعة إيه هي الصحافة إيه هو مفهوم كلمة الإعلام أن أعلمك أعلمك بما يحدث طيب وماذا عما سوف يحدث ده حاجة اسمها التحقيق طيب التحقيق ده يعني إيه تحقيق يعني أنا أشوف الخبر واستطلعه من مصادره الرسمية ودور على مصادر قد تكون غير رسمية بس قد تكون مطلعة عشان كده فيه مصطلع كده أقولك إيه مصدر مطلع فيه مصدر آخر اسمه رفيع المستوى وده بيبقى مصدر رسمي كبير لا يستحب ولا يحب وليس من المفضل ذكر الاسم أو الصفة بتاعته جوه الجهات اللي بيعمل بيه وبعدين تبدأ تعرف ترى هل ترى ما أنت بتعمل ستوري ما هو ده التحقيق بقى التحقيق كده ستوري حدوتها أنك تبدأ تدور هل فعلا من الوارد أنه مثلا في حالة الكهرباء هتزيد المدة بتاعت زيادة الأحمال تخفيف الأحمال ولو حصلت هتحصل إمتى ولو إمتى هتتعمل ليه كل ده عبارة عن اسمه تحقيق دون ذلك اسمه هبد وهري وكلام فارغ يطلع بقى على لسان موزيع زي ما كنت بقولك إمبارة دي مهنتنا يعز علي أن أنا أقول كده لكن لما يحصل ده ده خطأ فادح ده لعب بالناس ومش شغلنتنا نلعب بالناس يطلع واحد يكتب كلمتين على فيسبوك كلام فارغ يطلع واحد يهبدلنها بداية على تويتر ولا إكس كلام فارغ طيب لما تيجي وزاعة الكهرباء والبترول إمبارح يقوموا البيانة بتاعهم يا جماعة هي كانت ساعة زيادة علشان خاطر موضوع الصيانة اللي بنعمله ويجوا النهاردة يأكدوا يا جماعة خلاص مفيش حاجة إحنا خلصنا الصيانة بتاعتنا ومفيش حاجة زيادة هنعمله يعني لا هنزود ساعة ولا مش هنزود ساعة ولا كل الكلام الفاضي ده السؤال هو بنعمل كده ليه؟ يعني بعضنا يقع في هذا الخطأ ليه؟ علشان يحصل إيه؟ علشان هنجيب كام ألف فيو زيادة على يوتيوب؟ أو علشان يتنشر لنا خبر في الجورنال الفلاني ولا الموقع العلاني؟ ولا الناس تتنقل لازق شفت ده يوسف أنا أعتبر هاخد هنا ده يوسف قال بوست مش مصدر يوسف الصحفي يأخذ عن المصادر أو يحقق الخبر أو يحقق في الخبر ماشي طيب سيبك من ده واجب بس التنويه خلصت الساعة هي دوبكات على قد مبارح كل سنة وإحنا طيبين الوزارتين المعمياتين كهرباء وبترول قالوا خلاص كده كل سنة وإحنا طيبين إحنا ميت فل واربعة عشر ترجمة نانسي قنقر